خبرات بها ده جماعة انا مش مصدها نفسي طبض علينا على الحدود بس الحمد لله خرجنا خرجنا بمعجزة الصباح الفل أحلى ناس في الكون رايحين النهاردة أخطر حدود في العالم بغانستان ما تفوتوش حاجة وصلنا مكان كده بتجيب الدليل بتاعنا تمام سلمان صاحبي ربنا يبارك له كده ساعدني ويجاب لنا دليل من المنطقة نص أهل وعيشين في بغانستان نص أهل وعيشين في بغانستان بها الوقت بيكلموا الناس دي الحدوب بتاعنا في بغانستان دليل هو الجنبي ده ناكتون شونا يبشت لها احنا خلصنا الحدود بتاعي بشاور واللي بي سيطر عليها الشورت بعد كده خلاص دي حدود دانية المسكاها القوات الخاصة بصور الجيش بتاع باكستان اللي هو مسؤول على الحدود اشتركوا في القناة مجلسة على الطريق يا جماعة وقليشة وتغير كمان كله جبال عمليين اللي هو نحوالين الجبال مناطق الجيش كتير جدا 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 فوق الجبال بدأت أعلام افغانستان تظهر على الطريق زي ما انتشايفين قدامنا مثلا عشر داي رباسة على الزبط نيوصل لأقرب مكهات للحدود وبعد كده نبش عمليه نشو قد افتالي بحب دا جمال قدامنا دا أكبر شوبينج بسينة في المنزقة على طريق قبل خدود آآ بتاعك ننفق بقى العليمين دا 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 بتاع آآ القرق في الجبل لغاية لما يوصل آآ يعد نحن تاني في عمليستان نفسها اللي على الشمال دا كله اتركات او عرضات نا اللي واقفة مستانية آآ دورها آآ على الحدود طبعا آآ ممكن يقضوا بالأيام صلى يا جماعة لي الحدود مع افغانستان وهي عن الجبل اللي في الوش دا دي الحدود ما بين باكستان وافغانستان ودي أقرب نقطة بس في نقطة تانية أقرب هننزل لها هي القرية اللي تحت بس تابع باكستان هننزل دلوقتي وتشوف الناس عايشة ازاي شكلهم عاملين ازاي طبعتهم ايه سلوكهم ايه كل حاجة مختلفة من مدينة لمدينة من حدود لحدود بالنسبة للحدود دايما بيبقى ميكس كبير ما بين طبيعة الدولتين شكل الناس لأن معظم الناس هنا أهلهم نصهم من باكستان والنص التاني من أفغانستان فبيبقى ميكس وثقافة مختلفة كتير عن البلد اللي بيبقى موجودين فيها فخليكوا معنا وهننزل دلوقتي تشوف بص يا جماعة دخلونا بقى مكان استراحة حد مهم داي نور داي ايه اوه ايه الحلاوة والجمال والذيودة ايه الحج هنا كان بيحكي لنا ازاي ايام الاحتلال الانجليزي كانوا بيشنقوا ويقتلوا الناس في الحصن اللي موجود ورانا دوا فهو كان بيوصف وبيحكي لنا بالزبط ان هم كانوا اي حد معارض دي الاحتلال الانجليزي كانوا بيجيبوه هنا في الحصن ده فوق الجبل وبيقتلوا وبيشنقوا وممكن يتباحوا ايه يتباحوا كمان او بيتباحوا ناس كتير جدا في الفترة اللي فاتت دي هو الراجل هنا هو حارس من الحراس القدام جدا في المنطقة ومن المكان دوا وعايش هنا في التبة اللي احنا عليها دلوقتي وفي ظهرنا بالزبط هي حدود افغانستان هي اللي هناك دي والحصن اللي بنتكلم عنه هو اللي فوق التبة دي احنا لسه هننزل ومكملين الطريق تحت الغاية لما نوصل اقرب قرية للحدود فخليكم معانا شكريا شكريا لسه في طريقنا يا جماعة دي الحدود مع افغانستان تعال ووريكم النفق ده وايه السطن تعال النفق ده من ناحية تانية بيوديك على افغانستان كان شغال زمان الانفاق اللي يجبون لها عن طريق القطر يعني من القطر اللي عندي من هنا يوديك من باكستان لأفغانستان بس بقاله سنين مش شغال احنا لسه هننزل بس من عالطريق من برا لذا حد ما نوصل على الحدود ما بين البلدين فخليكم معنا وصلنا يا جماعة ترخام تحت في الفالي او في الوادي ايه المدينة اللي احنا داخلها ليها دلوقتي واحنا كده في قلب الحدود بالزبط هنجرب بقى الاكل على الحدود الحدود زي ما قولتلكم هي البوابط احنا دلوقتي على الحدود بالزبط حتى مش في قرية الناس دي نصها او نص اهلها في افغانستان ونص التاني عايشين هنا في باكستان واحنا دلوقتي في باكستان على الحدود مع افغانستان وانجرب اكل الناس دي هنا بعمل ازاي موسيقى 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 أعز أقول لكم الأمن والإفنة دلوقتي مرزدين والممنوع من الصوير النقطة الثانية أنه هم معتقدين ومقتنعين تماما أن إحنا تبع قناة الجزيرة ما تفهموش ليه وإزاي بس فعلا من الصحيح المجنون اللي هيجي على الحدود ما بين أفغانستان وباكستان وليه يعني كمامين المهم إحنا لسه في الحدود سدينا زحمة أولا شكوة حدود مصر وخليكم معنا أخير تفهم در قطاع للك المختلفة نعم 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 لكما بصدق لكما أردت جبكوة قطاع وخبرت قفشتنا على هدو وإحنا اللي وعتيه بنحاول نهرب من مكان لحنا نجيه صحيبنا راح يجيب العربية هالكينا تحت مخشه عربية عطول ونخلع من هدو نخليكم مع الله دي صاحب قفشونا تحت وبتعملوا ايه وليه وازاي والصبيرة جدا 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 كنت بصور برا فدلوقتي احنا هرغوني عالدور دليفوق وقاعد انا في مكان دول مشوار اللي هو روح يجيبه وعرب لقد راح يجبه واول ما هيجي هنخلق او ما اوصل برا هحكي لكم ايه اللي حصل جواب حدود احنا لسه خارجين من عالحدود يا جماعة يعني مش عايز اقول لكم المخابرات والاكشة اللي حصل هناك ايه المخابرات قفشتنا وبتعملوا ايه هنا والسه كان كبيرة جدا وصحابي انا هرفونا حرفيا من هناك من عالحدود وخرجنا الحمد لله بالسلامة يا رب يكون الفيديو عجبكم والإكسبرينس عجبتكم ومختلفة شوية عن فيديوهات تانية اللي عملناها فما تنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس جو كل حاجة توصل لكم على طول وخليكم خليكم اخر نقطة هبص منها وقالك هالسلام عليكم هاي دول خلنا لغاية جوه لغاية النقطة زيرو او زيرو بوينت ومعروفة مولين الدلدين ماشي خلاص 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 الفيديو هنا يا جماعة مش مصرح بيه وكل شوية الناس اللي يكون هنا ممنوع حبيت بس اقول يا جماعة ان الناس هناك شكلها مختلف الناس بتعاني حرفيا ان هي تعدي من الحدود ما بين البلدين يمكن مئات او الالاف كل يوم بيحاولوا يعدوا بيتعذبوا حرفيا انا شفت ده بعناية يمكن معرفناش نصور حاجات كتير لان ممنوع التصوير هناك وحصل لنا مشاكل كتير هناك لكن حرفيا الناس بتعاني في العبور ما بين البلدين ده معبر حيوي جدا لكن ازمة كبيرة الناس يعاني هناك صعب حياتها صعبة جدا 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 تتعدي من البلد للتانية لكم معانا ولسه مكملين